الموضوع ديال اليوم هو موضوع مهم وكي يخص كل واحد فينا خمس قوانين خمس حيال باش الواحد ينجح في العلاقة الزوجية ديالو وهنايا انا قتبست من واحد الكتاب اللي هو بست سالر مانيتا تبع بزاف امريكا سميتو لسنك لانغاش دول امور مانيتا خمس لغات في الحب خمس لغات في الحب وكتاب كتبو غاري تشابمان اللي هو معروف امريكا ممكن نعرفوش حني بزاف في المغرب ولكن اهضر على خمس حيال خمس تقنيات باش الحياة الزوجية يتصدق حسنا نذكر مشاهدي الكرام بانه اللي ما كان اختار الزوج ولا الزوجة المناسبة راه سبب اسبب الفشل مهم بزاف الواحد يختار شريك الحياة ديالو ماشي غير نجي لحقاش كان واحد ضغط في المجتمع سوف نجي لحق الشريك في المجتمع هذا خطأ فادح اول حاجة النقطة اللي كي خصنا نهضر عليها اللي هو خصنا نحس براسي بعدها كنتحب لانه كين فرق بين غاد نحب وكين فرق بين نحس براسي بانه كنتحب حلم واحد كي حب ولكن ما كي حش براسه بانه محبوب وهذا راح خطأ فادح في الحب الحب والله في العلاقات الزوجية دائما اليوم في التنمية ذاتية كنقولو خاص الزوج يكون بونافير الزوجة والزوجة تكون بونافير ولكن بونافير مش من ناحية المادية باش الناس مخلطوش بونافير يعني تقول كنكون نعايش في واحد الازدهار اليومي هذه هي بونافير ما كندخلش في ذاك البؤس اليومي ولا ما ندخلش للدار نعطل دخل هذه الدار لانه غدين يكونوا واحد ضغط هادورها بالنس بزاف كي يجوا عندي ويكونوا عايشين هاد المشاكل هادور ما يبغيش يدخل الدار وتي يشوف تطفاء هذا خطأ فادح ولا غدين مشي للخدمة وانه مسترسي بزاف انا عايش واحد تصور قلبك يضرب وانه راح ندخلنا فنقول لك ثلاث خيش تخصون وهي الإحباط اول لغة حب اللي غدين هدر عليها اللي هما الكلمات الطيبة الواحد يقول كلمة مزيانة الكلمة الطيبة اللي تايما من ناحية الدينية راح نكنا ندر عليها دائما مليك تقول لواحد الزوج يقول المراته طيبتي مزيان هادشي كان لديد ولا هي تايما تقول ليه راني شفتك ضربتي تمارا هات الشهر ما عندي ما نقول هذا راح لغة هذا راح يقرب الناس لانه مليك جبد العكس وانتي مكتعرفيش طيبه وانه دخلات ودرت واحد مجهود هنا يا لكو بليك يتهرس الثاني نقطة اللي غدين هدر عليهم نقولها بالنجليزيوني نغم نبسطها كواليتي تايم نقول لك كاليتي في الوقت إنسان يدخل داره يعيش واحد اللحظة مع وليداته ومع مراته مليك تقلال هاد الوقت هذا مليك يبقى إنسان يدخل ويكون يعيش اللعب ويلعبته مع الزوجة ديه مهم الواحد يلعب بيناتهم يدروا أدوار ويدحكوه ويخرجوه ويتمشى ويدروا ديس اكتباته مليك إنسان لا يبقى يعيش هذه القضية هناك نضحه في واحد للسيني هناك نضحه في الخطر ثالثة اللغة التي ستطلع عليها وما البتي جيست البتي كادو شحل مواحد كتلقى إنسان ما يددي وريدة ما يددي شي حاجة مليك جيست هناك نضحه على الإمكانيات لأنه مليك جيست تقدر تكون غير رسالة تقدر تكون غير وريدة وحدة ورغض يعيش بالحال بالنسبة للزوجة تأيير من يدخل الزوج وغا يلقى هادارت واحد مجهود وشرت له شي حاجة ولا طيبة له شي حاجة التي تعجبوها اوتوماتيكما اوتوماتيكما تزيد ويتقربو نقطة الرابعة اللي غادي نضح عليها هما السيغ بي سغون بي مانيتا الواحد تتتربس مع الزوجة ديالو والزوجة تتتربس مع الزوجة ديالو ميتا البساد المرأة بغا تتمشي بحمام بغا تتمشي بمساجة او يطلب من الرجل يأتي حاجة او يقابل وعود ثاني الرجل عنده شي حاجة ما يدار يطلب الزوجة ديالو تتربس معه لذلك هذا السيغ بيساندو هو شيء مهم جدا ويقول لك في قوانين المناورة يعني تابدون للواد المانيبولاشون يملك تدير واحد السيرفيس لشي واحد حالا هو يبقى عنده واحد الكريدي معك لذلك هذه واحد الحلة التي هي مهمة وآخر نقطة التي سنضرع لها وهو الكنتاكت الفيزيك معنيتها شحال من واحد كتلقاه ما كيكون شدك لكالا ما كي عنقاش ما كتعنقوش ما كتكون شو واحد الحنان لا من ناحية الكلمات ولا من ناحية الكنتاكت هنا خصنا نعرف بأنه ملي كيكون واحد ملي إنسان كي عنق صريح زوج كي عنق الزوجة دياله هنا يرى كتكون واحد لغاية اكسون شيميك هنا كنتلقوه واحد المادة اسمي مثالوسيتوسين في الجسم ديالنا اللي هي الهرمونة ديال الحب وشحال ديالناس بزاف كتلقاه هو ضاير مقونكتي وهو ضاير مقونكتي ومكيت تهدروش ما كانت كلمة طيبة ما كين ما كين ما كيكونش داك لكالا كيف تما كنقول لهم ودونك هناليا ملي كننطبقو هاد الخمسة ديال اللغات واللحيال لكوبل كي يخدم مزيان وكتولي واحد الحياة زوجية يومية سعيدة اشتركوا في القناة